بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأخير من أبواب الإعراب بالنيابة الدرس الثالث في الوحدة الرابعة الفعل المعتل الآخر في أبواب الإعراب بالنيابة عندما أتحدث عن الفعل المعتل الآخر فأنا أقصد الفعل المضارع والسبب في ذلك أن الفعل المضارع هو الفعل المعرب من بقية الأفعال الأمر مبني والماضي مبني فهو المعني بهذا الموضوع لأنه الفعل المعرب الذي تظهر عليه علامات الإعراب معتل الآخر كما مر معنا بمعنى أن يأتي الحرف الأخير واو أو ياء أو ألف يدعو يمشي يسعى هذه أفعال مضارعة معتلة الآخر هذا الباب في حالة الرفع فهو يرفع بعلامة أصلية مقدرة أو ظاهرة في حالة النصب هو ينصب بعلامة أصلية مقدرة أو ظاهرة كما مر معنا أما في حالة الجزم فهو يجزم بحدف حرف العلة هذا هو المدخل الذي أدخل هذا الباب أو هذا الموضوع في هذا الباب هو باب الإعراب بالنيابة إذن خروجه عن الأصل وإعرابه بالعلامة الفرعية في حالة الجزم حيث يجزم بحذف حرف العلة وهو الحرف الأخير فيأتي الفعل المعتل على هذا النحو لا تمشي في الأرض مرحا أصل الكلام أصل الكلام تمشي تمشي أصلها تمشي عندما دخلت اللاء الناهية الطلبية وهي تجزم الفعل المضارع والأصل أن يجزم بالسكون لكنه هنا لأنه معتل فقد جزم بحذف حرف العلة ونعوض عن هذا الحرف المحدوف بحركة مناسبة على الحرف الذي قبله فظهر بهذا الشكل لم يدعو أصل يدعو يدعو بالواو فعل المعتل دخلت لم وهذه حرف جزم ونفي وقلب على الفعل المضارع فتجزمه هنا لأنه معتل فإن علامة الجزم هي أن يحذف حرف العلة ويعوض عنه بحركة مناسبة له وهو الضم أو هي حركة الضم أيضا من يتق الله يجعل له مخرجة هنا لون جديد من الجوازم هنا أداة جزم وهي أداة شرطية الشرط الجازم أداة الشرط الجازمة تجزم فعلين فعل الشرط وجواب الشرط فعل الشرط هنا مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة أصر الكلام وأصر هذه المفردة يتقي وعندما جزمت حذف حرف العلة وعوض عنه بحركة الكسر هذا هو إعراب الفعل المضارع معتل الآخر في حالة الجزم وهي الحالة التي أدخلته لأن يعرب في باب العلامات الفرعية انتهى درس اليوم نلقاكم في درس قادم بإذن الله